أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك معكم ربيع شانطف الكل اللي عم يترقب شو رح يصير بعشرة شهر هل سيعود الطلاب إلى المدارس أم لا بحسب معطيات صوت بيروت انترناشنال منذ بعض الوقت تواصلنا مع مستشار وزير التربية الذي أكد بأنه بعشرة شهر مصر الوزير على عودة الطلاب إلى المدارس وقال انه رح يعقد غدا مؤتمر صحافي بوزارة العلام لحتى يشرح كل شيء فبفضل انه يكون مؤتمر صحافي شامل للجميع أكيد متابعة لهذه المسألة معنا رئيس اللجنة الطلابية عمر الحوت اللي هو دايما بيتابع مع الوزارة ومع الطلاب ومع الأهالي بهذا الموضوع لحتى نعرف أكتر آآ هني كمان شو رأيهم كطلاب علما بأنه آآ فيه أساسي عدد من آآ النقابات مصر على الإضراب أو على استمرار الإضراب منهم التعليم الأساسي وبالتالي هون صار فيه تناقض آآ في مدارس ولا ما فيه كمان هنستفسر أكتر عمر شكرا لاستضافتك بالبداية يعني أنتو كطلاب شو ما وقفكن آآ من عودة التعليم مع الرجع المدرسي ولا آآ أكيد نحن بطبيعة الحال آآ مع ونؤيد بشدة العودة إلى المدارس نهار التانين خاصة أنه نحن عرفنا أنه آآ ما أتى بثيم هارو بالأعوام الماضي آآ لا سيمة العمال الدراسيين الماضيين وخاصة بظل المقاومات الموجودة بالبلد يعني ما في كهرباء لحتى يقدر واحد يتابعه أونلاين وفي انترنت كمان عاد عن ارتفاع الكلفة التائيته فبطبيعة الحال أكتر شي اليوم بيساعد وبيعود الكفاية هو التعليم الحضوري مش عن بعد يعني أنتو نسعتو مع الوزارة وعطيتو رأي يكون هو شؤالكم الوزير كمان نحن على موقف واحد وعلى رأي واحد من وزارة التربية والتعليم بضرورة العودة للتعليم الحضوري آآ نرفض بشكل قاطع للتعلم عن بعد آآ خاصة لأنه ما هيجيب أثمار ولكن بنفس الوقت مع التشدد بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية طيب التانين في أسادزي مش حيروحه كمان نسقتو مع الأسادزي ولا بس مع الوزارة الأسادزي صراحة نحن عم نجرب كنا نخنعن هنن على مطالب محقة ونك بنفس الوقت يعني اليوم ما فينا نعطي خيار مثالي للأسادزي في خيار سيء وفي خيار أسوأ الوزارة وعدت وعلى ما يبدو بلش يتوصل الوعود تدريجيا لبعض الأسادزي وعدت بشو بي زيادة بدل النقل بس ولا كمان كل شيء بالمخصصات إن كانت تسعين دولار ولا زيادة بدل النقل وبلش يوصلوا يعني المستحقات لبعض الأسادزي ولكن عم يوصلوا بشكل تدريجي خلوا الأسادزي يستولوا بيرون علينا شوي ما بدنا نضيع العام الدراسي هنن على مطالب محقة أكيد ولكن بنفس الوقت في مسؤولية كتير كبيرة أمامهم إنه اليوم نحن بخطر العامل الدراسي والعامل التربة في لبنان إذا بعضه هو موجود ما لازم نخليه ينهار طيب هلأ التنين المدارس الخاصة كلها فاتحة بالمبدأ المدارس الخاصة لا مش كلها فاتحة في بعض المدارس أولاد يقبلغوا الطلابة إنه حيكفوا أونلاين أو تعلم مدمج قبل الامتحانات يعني قبل ما يعطلوا قالوا إنه إحنا حنكفى أونلاين لآخر شهر واحد لآخر شهر واحد نعم مش لآخر السنة والسبب هو كورونا يعني مش أكتر مثل شو المدارس هل المقاصد هل الحكمة هل مثل شو يعني المقاصد كانوا أحد المدارس يلي بلغت إنه حتعلم أونلاين لفترة معينة وعم بيكون أونلاين مش متل ما عتدنا عليه بالسابق يعني عم بتكون حصة ريكوردد وبالتالي فيه الطالب يحضرها بأي وقت بده مش مضطر يكون عنده إنترنت حتى يقدر يحضرها يعني مسجلة فينا نول طيب مدارس كاتوليكية كمان عرفته شي شو أخدت أرار صراحة بعد ما عرفت الأرار النهائي ولكن فيه دراسة جدية للتوجه لهذا الموضوع لأونلاين؟ مدمج مدمج يعني بيروحوا عدة أيام كم يوم تقريبا متختلف في عالم ثلاثة في عالم أربعة بس حالما يبدو أنه الكل حيروحوا التنين مبدئيا بس كمان فيه تعليم الرسمي متما أنه فيه إضراب يعني وحتى آخر إضراب صار قبل العطلة في بعض المدارس فتحت الرسمية وفي بعض سكرت كمان حنشهد هالشي مجددا طبيعي الأسادز اليوم مشكلة على الموقف واحد فيما أسادزي بيقايدوا أنه الرجع على التعليم الحضورية فيه أسادزي بعضهم مصررين على الإضراب وهذا شيء شفناه يعني بالإضراب الأخير بس نوضح أنه الإضراب هو حتى كمان مش أونلاين صحيح يعني انقطاع كله عن التعلم ونحن هون كان عنا موقف وكان عنا بيان طب الأسادزي عم بيطالبوا أنه هن المقدرين يحطوا بنزين لحتى يوصلوا على مدارس ويعلموا طب علموا أونلاين يعني أقلل شيء سوءا علم أونلاين حي ما بك علم بالمرة أقل له وعلم أونلاين علما أنه الأونلاين ما هو شيء يعني خيار جيد نحن نرجأ له طيب والأهل اللي عم تتوصلوا معهم مبسوطين بعودة الطلاب أنه حيرتاحوا من الدجة ومن الأساس وكمان شو موقف الطلاب أكيد ما فينا نعمم بكل شيء بس هيك من خلال أحصائياتكم اللي عملتوها هلأ لجان الأهل مع العودة للتعليم الحضوري بطبيعة الحال الأهل بشكل عام مختلفين فيما بعدهم ولكن كان مواقف مواقف رسمية صدرت لجان الأهالي لأ هنين بأيدوا العودة للتعليم الحضوري هلأ في الأهالي بدون يخلص من أولادهم في منهم لأ أنه خايفانين عليهم من الكورونا فعلا ولكن هون في مسؤولية كتير كبيرة على وزارة الصحة أنها تأسرع بوثير التلقيح الطلاب أنه احنا شفنا أنه للأسف بعضهم الأعداد الطلاب اللي تلقحوا أعداد جدا ضئيلة وهون بنفس الوقت الأسادزي الأكتارياتهم يتلقحوا هو اللي بعده ما تلقح هو رافض أن يتلقح بشكل كله بسبب إديولوجي يمكن وهذا الشيء كمان ممكن الوزارة تجبرون بهذا الإطار أو مثلا تعمل بعض الإعفاءات هلأ هو الأرار يطلع هو إجبار أنه يكون الأسادزي ملقحين ببعض المحلات بالدولة فيه إجبار يصار اللقاح هلأ يلي ما بده يتلقح بده يكون عنده بي سي آير مرتين أسبوعين على نفقته الخاصة فلأ يروح يتلقح أفضل ويوفر حاله ولكن هون في صحيح ولكن هون في مسؤولية كبيرة كمان على الأهالي بدنا وعي كتير كبير للأهالي حتى يخلوا أولادهم يتلقحوا لأنه كمان عم نشوف أنه في عدد كبير من الأهالي بعضهم متردد إذا بيعط اللقاح لأولادهم أو لا هلأ كمان رفعوا النسبة يعني العمر من 12 سنة صار في يتلقح 12 سنة عم يتلقحوا للأطفال ولكن عم نشوف أنه بعض المدالس كتير الأهالي يعني اللي بلشت معه عن وزارة الصحة في عدد كبير من الأهالي رفض أن أولادهم يتلقح قلت لي تحت الهواء أنه في تنسيق تام بين وزارة الصحة ووزارة التربية كمان شوفك تقول للناس بهذا الإطار من خلال متابعتك معهم يعني هل جدي وزارة الصحة بتأمين اللقاحات وزارة التربية جدي كمان بيعطاء لوعود بارح كان في اجتماع بين وزير الصحة ووزير التربية وتم لدراسة موضوع الحال الوباء بالبلد وبنفس الوقت موضوع عودة للمدارس وزارة الصحة أكيد جدي بيعطاء الطلاب اللقاح كامل وأصلا اللقاح متوفر يعني اليوم موجود حتى فيك تروح ووك إن تاخدوا اللقاح وترجع ولكن المشكلة مش بقى باللقاح لصال اللقاح موجود وفايزر يعني من قبل كنا بموضوع معركة إنه ما بدنا أسترزينيكا بدنا فايزر هلأ صار فايزر موجود ولكن المشكلة الأكبر اليوم إنه الأهالي ما بدهم يعطوا أولادهم اللقاح طب وفيه أهالي مانعين أولادهم نروحوا على المدرسة حتى لأنه خايفانين عليهم من انتقال العدوى ولا من خلال تواصلكم يعني من خلال إذا ما بدي قوله من خلال تواصلنا بدي نقول من خلال قراءتنا للأعداد الغيابي اللي عم بتصير كانت قبل الراس السنة ما كانت في عدد غياب بالمدارس يعني كان الحضور عم بيكون تقريبا بشكل مية بالمية بكل صفوف يعني ما في خوف كتير كبير من الآخر لا يعني أصلا شايفين الحياة رجعت لطبيعتها يعني معلش إنه بدنا نسكر نفتح كل البلد ونسكر المدارس لا هذا مش منطق كمان مع بيقولوا كمان طبية إنه الأومي كرون منه بها الخطورة الكبيرة بس إنه أهم شيء اللقاح يعني هو منه بها الخطورة ولكن بنافس الوقت ما لازم منستلشق صحيح وأكيد بيبقى الوقاية الأساسية باللقاح ولكن منرجع منقول إنه نحن ما منطق أبدا نفتح البلد كله على الراس السنة وبنعمل سهرات وظهرات وبس بعد راس السنة كرمان نتحمل نتيجة أخطاء السهرة بنا نسكر المدرسة ونسكر التعليم وهذا الشيء اللي قاله وزير التربية إنه يعني بتتحججوا بالروحة على المدارس إنه ما لازم تروحوا بس بتروحوا بتظهروا بتظهروا طيب كمان حضرتك بالأيوبي وكمان حكيلي شوي عن الجامعات أمتى ممكن يرجعوا وهل في أمور متخزة بعد هذا الإطار هلأ الجامعات الخاصة بالحديث هلأ راجعة بشكل طبيعي بعشرين الشهر تقريبا كلها يتون ما تكون على الPCR الأسبوعي ولا لا اللي أخذ اللقاح بشكل عام أغلب طلاب الجامعات 99% منهم تلقحوا يعني ما كان في رفض عند طلاب الجامعات فيه كان وعي كتير كبير بهذا الموضوع هلأ الجامعة اللبنانية على ما يبدو بعد العطلة راجعين لدوام طبيعي ما فيه بطل إدراد ما فيه إدراد على ما يبدو حلنرجع لدوام طبيعي من أمتى تقريبا إذا أدراد مفروض تلقى من التنين عشر الشهر كل الجامعة اللبنانية يعني صار فيه توافق بشكل تدريج يعني إذا بدي أقول إيه هلأ بعد فيه مشكلة المتعاقدين بعدها ما انحلت مفروض خلاه اليومين يكون فيه بوادر أمل وحد حالة كمان الوزارة عم تعطي الجامعة اللبنانية على الإطار عم تعطي الكل يعني هو اللقاح اليوم صار بطل اللقاح صار موجود للكل وفايزر وفايزر كمان بطل حدا يتحجز صحيح يعني عشنا شهور يقولون لأ ما بدي أسرزانك ما بدي سبوتنك ما بدي إلى آخر خلص فايزر هيدا الشي اللبناني صحيح وبعدين يعني شفنا عداد أشخاص اللي تلقحوا يعني صار في ثلاث مليون ملقح بفايزر وما في عوارض جانبية لأ أهم شي الوقاية ونفس الوقت نحن بنرجع على حياتنا الطبيعية ما وبدنا نضلنا هيك وعمل حكا أنه أكترية اللي عم يفوضوا على المستشفيات على العناية الفائقة هني اللي مش ملقحين طيب عن تلا جانب آخر باهتمامك أنت صرت رئيس لجنة التربية بالبرلمان الشبابي أول شي مبروك يعني وفي طبعا تقصم لليجان برلمان الشبابي كنا قد طبعناه في حينه ولكن هيك ما رجعنا حكينا عنه أكتر شو يعني رئيس لجنة التربية وشو يعني لجنة التربية وهل حتنسقوا مع البرلمان الموجود كتربية هلأ بداية خليني بس أقول شو هو البرلمان الشبابي اللي الأول مرة بيسمعوا البرلمان الشبابي هو أول برلمان نموذجي رقمي بتقوم في مؤسسة أديان وهذا البرلمان يعمل على نفس مهام مجلس النياب الطبيعي ولكن أكيد ما بيشرع لأنه منه رسمي عنا 64 نائب من كل المناطق بلبنان من عمر 18 ل35 عم بيشتغل على موضوع الأوانين اللي ممكن تعمل إصلاحات بهذا البلد لمين تعطون هولي الاقتراحات؟ لحيتقدموا للمرشحين الفعليين للانتخابات 2002 يعني ما حتتتعاطوا مع البرلمان الحالي؟ ما في داعنا تعاطى أنه هلأ هيدا البرلمان رايح يعني ما بقى فينا اللح أصلا ما في وقت بس لأنه هاي كلهم مش طايقين الوضع؟ هلا نحنا مش طايقين الوضع كعمر مش طايق الوضع أكيد ولكن بالنهاية البرلمان الشبابي هو أصلا فيه بعض العزاب السياسية موجودة فيه يعني وعم نتعامل معهم وعم نكون في تعاون مشترك ولكن لأنه بدنا نحنا نعمل شيء بدنا ناكل عنا كما بيقوله فبدنا مضطرين نروح للبرلمان الجديد كتاربية تعالوا عم نحكي عن التاربية في شيء لحد هلأ رؤوس أقلام عم تفكروا فيها؟ حقيقة من يومين وصلنا اقتراحين قوانين لليجنت التاربية النيابية فيما خاص رفع موازنة الجامعة اللبنانية وتوفير بدل نقل لطلاب الجامعة اللبنانية هذا موضوع كتير مهم وكتير حساس خاصة بهذه الفترة الصعبة اللي عم نمرق فيها وبطبيعة الحال أيضا الأولاد الأجانب من أم لبنانية كمان في عنا موضوع قانون عم نقترح عم نشتغل عليه أنه يصيروا عندهم حق غير أنه ياخدوا الجنسية بطبيعة الحال من والدتهم أنه حق يعاملوا مثل كأنهم طلاب لبنانيين يعني ما يدفعوا زيادة مثل ما الأجانب وما يعني يصير في بعض الأمور يعني يصيروا مثل مثل اللبنانية صحيح أصلا يعني نحنا شفنا أول عام الدراسة كان في تعميم من الجامعة اللبنانية أنه دفع بالدولار فراش للطلاب الأجانب وبالأول ما استثناء الأم اللبناني ولكن نحنا كان لدينا دور كتير كبير وكان لدينا موقف عالي النبرة بوقتها أنه لازم تم استثناء الأطفال الطلاب من الأم اللبناني وتم استثناءهم فيما بعد طيب والطلاب العاديين كمان اللي بالمدارس العادية كمان في قصة النقل هذه مشكلة كتير كبيرة شو ممكن نعمل للموضوع؟ هلأ موضوع النقل هو أزمة كتير كبيرة حقيقة عم نعاني منها بلس 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 نشوف مبادرات رائعة يعني من يومين بترابلس كان في مبادرة جدا جميلة لنقل العام الباص هيدا مبادرة جدا يعوال عليها وهون نحنا منشوف أنه لازم رجال الأعمال والممولين والمختاربين أنه يستثمروا بوطنهم بهاك مشاريع تقدر تفيد التربية والطلاب وأصلا بلسنا نشوف كمان تحديدا عند الطلاب وكمان بمناطق الإشمال في مبادرات لنقل الطلاب بشكل مجاني بين بعض الباصلات على الجامعة اللبنانية سنة الماضية شهدت كتير الطرقات مظاهرات للطلاب السنين ينتعملوا مظاهرات وشو ممكن لخليكم تنزلوا على الشارع؟ نحنا الشارع آخر خيار بننجأ لأهل ودائما لما يتصدل كل الطرق بوجهنا نحنا ننزل على الشارع البريفية ايش صار فيها؟ حاليا في اقتراح قانون قدم بالمجلس النيابي لإلغاء شهدت البريفية نيامو أنا كنت غني صحيح نيامو مبارح أو من يومين تقريبا وزير التربية طلب من المركز التربوي للبحث والإنماء أنه يعد دراسة لإمكانية إلغاء شهدت البريفية كيفينا نستعيد عنها ولكن هذا تير مهم هون يعني مش السنة هيدا يمكن تلحق ممكن يصير هيدا السنة ممكن ما يصير هيدا السنة المعطيات والأجواء اللي تشير إلى بلجنة التربية النيابية أنه ما في اتفاق على هذا الموضوع وفي رفض كل حتى إذا بدنا نقول الرافضين شو بدهم؟ ليش بدهم هالقضي يتمسكوا بالشهادة؟ هلأ أنا صراحة باعتقادي هي مناصب استثمارات سياسية لانشان ببعض الإدارات يكتفها فقط بالشهادة البريفية أصلا ما بقى حدا بيطلع على شهادة البريفية يعني حتى عامل النظافة لما بدوا يتوظف ما بيطلع على شهادة البريفية بدوا يكون عنده ترمينال مش بريفية ولكن أنا برأي هي استثمار سياسي وتنفعات سياسية ومالية لأنه بنعرف في معاشات كتير عالية الثمن بيحصلوا عليها بعض الأساذي وبعض الأشخاص القيمين على الامتحانات الرسمية في لبنان طب والترمينال السنة هيكون شهادة رسمية يعني حصلنا مبينة أكيد فيه امتحانات رسمية للترمينال هلأ يبقى التفصيل كيفية إجراءه هل حتصير بقلب المدارس التعاول للطلاب أو مثل ما صار هديك السنة وهلأ حيكون في مواد اختيارية أو ما حيكون في مواد اختيارية مثل هديك السنة كله مرتبط بأوميكرون قده بينتشر وقداش بنرجع نسكر ولا ما منسكر صحيح وقداش تلميز حتفوت على المدارس أو ما حتفوت على المدارس من وراء موضوع الإضرابات وهيدا الشيء بطبيعة الحال يعني إلى حد الآن الخطة حسب ما ماشي وزارة التربية والتعليم الامتحانات حتكون طبيعية الامتحانات الرسمية طبيعية بكل المواد ما فيه امتحانات اختيارية حتكون إلى حد الآن هلأ شو بيصير بعدين حسب الوضع بالبلد يؤخذ على الشيء ممتدى أكيد نحن حدلنا نتابع معكم مع الوزارة بطبيعة الحال ومع كل المهتمين بهذا الموضوع باللبنان ولكن آآ قالت آآ انه هي مصرة آآ مثل الاسادزي آآ بمتابعة الاضراب وبالتالي نهار التانين فينا نجزم انه مش كل المدارس آآ حيرجعوا لطلابها آآ انما هناك اصرار منه قبل الوزارة انه الطلاب يرجعوا على المدارس بشكل طبيعي ونرجع نذكر انه بكرة حيكون في مؤتمر صحفي مفصل لوزير التربية بوزارة الاعلام لانه هو وزير الاعلام كمان بالوكالة. كان معكم ربيع شانطة في راتبو كامل الى اللقاء.